اسمنا الرحمن الرحيم إذا نتكلم عن Mtv الخاصة بالدانجو ماذا هي Mtv؟ الموديل تيمبليت اند فيو حقيقة الكود اللي احنا اشتغلناه نحن كنا نتعلمه كله في الكورس كان علوه علاقة بالبيثون كود فقط لوحده فالبيثون كود لا يستطيع لوحده انه يسوي ويبسايت وابليكيشن فبده فريمورك زي ما حكينا اللي هي الدانجو الدانجو فريمورك بتزود البايثون بثلاثة لفل بتزوده بالدانجو نحن نحط الكود كامل تبعنا وتزوده بالتمبليت قدرته انه علي نسوي التمبليت اللي هي الHTML والCSS اي بيجز بدنا نعرضها لاليوزر الاندوزر وبتزوده بموديل وهو قواعد البيانات يعني لما يكون عندي ويب براوزر ويطلب الايب ادرس ايب ادرس الوكال الماشين تبعتك او اي ماشين لوكال عندك وهذا البورت اللي بسمع بيعمل علي جانجو فالمتوح البراوزر وتكتب 120.0.0.1 والبورت 8000 بيعمل على الجانجو فريمورك يودي على اشي اسمه URL Mapping ويشوف هل انتل اللي طالبه هون موجود بال URL Mapping يودي على view والفيو وقتها بيعمل HTTP response very quick response يعني ممكن يرجع text ما نشوف هلأ ممكن يرجع اي شيء اخر عن طريق HTTP response وطبعا ممكن انه ما يرجع HTTP response ممكن يرجع زي ما حكينا هيستفيد من التمبلت والموديل اللي هو ال database هيجيب من التمبلت اللي هو ال HTML page و هيجيب من الموديل ال data و هيعبيها في ال HTML page و يرجعها على ال web browser عشان يعرضها لليوزر باختصار هذا هو MTV اللي هو الموديل template view ال view بيكون هو ال engine المتحكم في Python code و اللي بيستطيع من خلال ال different functions او الدوال اللي عنده بقدر يحدد اي تمبلت لازم يعرض و بقدر يحدد اي موديل او اي data لازم يعرض في هاي التمبلت بيجمعهم التنين على HTML page و بيرجعهم لل web browser عشان يعرضهم حسنًا